بالمناسبة بما أننا نتحدث عن الحكام مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيان رسمي رسمي ينتقد خلاله ما اسمه الظلم التحكيمي اللي تعرض له الفريق في آخر مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز نص بيان نادي الزمالك جاء فيه يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من سوابته حرصه على نجاح مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم وأن تجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة ومن ثم فقد حرص المجلس دائما على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المسابقة المتمثلة في ربطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم وكافة اللجان النوعية وبالصفة خاصة لجنة الحكام وقد تجاوز المجلس عن بعض الأخطاء مكتفيا بالتنبيه إليها في حينه وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المسجورة لتصوبها وتداركها إلا أن الأداء التحكيمي في آخر سلاس مباريات شهد أخطاء فادحة أثبتها وشهد بها كل منصف ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة ومع تكرار تلك الأحداث نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق ده بيان نادي الزمالك فيما يخص التحكيم وهقولك عادة عادة وإحنا في النصف الثاني من الموسم بتكسر هذه الأمور يعني إيه تلاقي أندية بتعترض هتلاقي بيانات من كل الأندية بالمناسبة وأنا ده أنتقد بالنسبة كل واحد يبحث عن حقه بالطريقة اللي يراها يعني الزمالك شايف إنه ده حقه يبحث عن حقه مفيش خلاف أنا أقصد إنه الدنيا بتسخن في النصف الثاني من الموسم محدش بقى يستحمل يعني النصف الأولاني ييجي علي خطأ بعدي بعدي اللي بيصرع تحت بيعدي واللي بينافس فوق بيعدي والأمور بتمشي النصف الثاني دايما محدش مستحمل لحد حاجة طيب وبناء عليه مفروض يحصل إيه المفروض يبقى فيه مراجعات دورية لقارات التحكمية ومفروض مراجعات دورية ومحاضرات دورية للحكام ولازم الحكام يبقوا حارسين جدا وأتمنى أتمنى أنا على فكرة أنا عندي مشكلة أكبر مع الفار أكتر من حكام الساحة يعني إحنا الفار ده موجود ليه؟ عشان يصوب الحكم على أرض الملعب كتير حكام في العالم بيغلطوا بياخدوا قارات ما شافوش اللقطة ما مركزوش فيها النهاردة فيه مباراة منشستر ينايتد وكريستر بلس عملوا حاجة للحكم إنه ركبوا له المايك هنا وفيه كاميرا صغيرة كده ليه؟ عشان بعد كده يعرضوا للناس للناس المشاهدين العاديين أو الجمعية العادية هو الحكم كان بصص لإيه؟ ساعد ما احتسب اللقطة ديت شوف إن أم عايزين يوصولوا الناس عشان ناس تصق في قرار الحكم يعني الحكم أحيانا بيشوف حاجة إحنا ما بناخدش بنا منها الحكم مثلا بيبقى فيه واحد مغطي عليه فما شافش اللقطة كويس فالناس بتقعد تنتقد الحكام فراح يركبولهم كاميرا عشان يقولوا للناس أهي السورة هي عشان يقولوا للناس الحكم خد القرار ده ورؤيته كيتعاملة إزاي شايف؟ شايف التفاصيل مهمة إزاي المهم أنا دايما ضد فكرة إنه يبقى فيه حكم بيتعمد وضد فكرة إنه حكمنا ما عندهم كل الحاجات دي أنا مش معاها خالص حكمنا عندهم نزيها وما فيش حكم أتصور إنه بيحكم من تماء أو كلام ده كله كل ده في رأيي في رأيي مش موجود بس لا فيه أخطاء وأحيانا بتبقى أخطاء ده ماتيل أوش وأحيانا بيبقى أخطاء مبلغ فيها وأحيانا بيبقى أخطاء تزعل والدايق وما تلاقيها مش ليلها مبرر لا من حكم الساحة ولا من الفار فدي الحاجات اللي بتصير عصبية الأندية اللي هو انت ليه بتعمل كده يعني ليه الخطأ ده خطأ بيبقى فاجئ كده اللي هو واضح ورغم كده هفضل طول الوقت أنا من الناس اللي بتحب تدعم حكمنا مش الدعم اللي هو النظري ده لأ انه دايما بشوفهم زي ما كان لسه معي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بيقولك ان الحكم دائما هو أضعف حلقة في المنظومة الكل سهل يجري على الحكم ويقولك هو اللي غلطان فإحنا بنحاول نعمل إيه وبننصح بإيه نقلل الأخطاء ما نخلاش أخطاء واضحة أخطاء تبقى بسيطة كده كده الحكم يغلطوا لحد ما يعني آخر ينفحات هيفضلوا يغلطوا بس تبقى الأخطاء أسهل منك كده أو يعني مش أسهل